ناخد مع بعض الخبر اللي بعده الخارجية الفلسطينية تحذر من استغلال الاحتلال عدوانه على غزة لتنفيذ مخططه للتوسع بالدفع طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن بالانتباه للمخطط الاستعماري التوسع العنصري الذي تنفذه اسرائيل في ابتلاع اراضي الدفة الغربية خلف عدوان المتواصل على قطاع غزة وتخاذ ما يلزم من قرارات في مجلس الامن الدولي لوقف فوري ووقف تنفيذ هذا المخطط المعد مسبقا والذي يصعب من تنفيذه الحديث عن السلام هنا في دوق المستجدات ودور الحرب اللي ديره بشكل لا يقبله اي عرف ولا انسانية وجرائم الحرب حذرك شايف ازاي التطورات اللي وصلت لها واحنا تقريبا بدأنا من يوم 7 اكتوبر وكل يوم الأمور بتزداد سوءا طيب قبل ما ابدأ بس في مناشة السؤال ده خليني بس اشكركم انتو قناة لان للأمانة دوركم دور محترم جدا قبل ما يكون موجود معاكم كان معاكم السفير الفلسطيني وده دور انتو بتعملوه بشكل مهني محترم جدا وبشكل احترافي لان ما شفناش السفير الفلسطيني بيطلع مع قنوات بالمساحة دي كمان فانتو قدمتوا دور مهني محترم جدا ولازم اشكركم عليه دي حاجة الحاجة التانية لو دخلنا بقى في الخبر في حد ذاته زي ما بقول لحضرتك احنا شايفين ان الداخل الفلسطيني هو داخل متأزم جدا داخل فيه صراعات شايفين كل الاطراف من يوم 7 هي حتى على الداخل يعني داخل الغزة نفسها شايفين فيه خلافات كمان لكن التوجه الاساسي ان الكل على ثبات على مبدأ واحد على توجه واحد احنا في حالة حرب الموقف واحد التأييد كامل ومستمر للقطاعات اللي بتحارب لكن احنا شايفين صراع اخطر من كده والكل مفيش حد بيركز عليه النقطة الانسانية المهمة جدا اللي كل بيتناساها هي الشعب نفسه في حد ذاته وده الكل بيتناساها اذا كانت النهاردة اسرائيل بتضرب فهي بتضرب في الشعب الاعزل نفسه مش بتضرب في فصائل محددة او بتضرب في قيادات محددة هي بتضرب في الشعب نفسه الابراغ اللي بنشوفها بتنهاره وبيتم تدميرها فهي للشعب نفسه مستشفيات لما تلاقي ان يطلع عندك 32 مدرسة من الخدمة تماما وانت في بداية عام دراسي لما تلاقي اكتر من 80 مستشفى اصبحوا خارج نطاق الخدمة وكل يوم بنسمع على مستشفى جديدة بتتضمر وفيها خراب هل حضرتك النهاردة بتحارب بقى فصائل ولا بتحارب الشعب الاعزل نفسه القضية هنا قضية خطيرة غدا لازم كمان اسرائيل يعني بلاش الضرب العشوائي والضرب الاهواج بدون اي اسباب احنا بنشوف ارقام خطيرة غدا كل يوم بنشوف بالالاف ما بين اصابات وما بين وفيات وده كله بيأثر علينا احنا كمان كشعوب محيطة بدولة فلسطين ان ده بيأثر علينا نفسيا ويخلينا نبقى عايزين نتدخل بشكل ما لكن السوابت اللي موجودة عندنا ان دولتنا هي الاهم والاساس عندنا ان اتخاذ القرار بيأتي من الدولة هو اللي بيخلي الشعوب تتراجع لكن النهاردة فيه وقت حاسم جدا للدولة الفلسطينية لازم تقوم بدورها كمان يعني احنا شايفين ابو مازن النهاردة متراجع تماما عن تأدية الدور ده انا اتمنى ان هو ياخد دور بشكل قوي ويكون مؤثر فيه الكيان الفلسطيني بشكل كبير ويكون له هي الكلمة الاساسية لانه هو رئيس الدولة صحيح وده خلينا انا سأل حدرتك ايه الهدف وراء الزحف حدرتك شايف المخطط اللي بتاسعى ليه اسرائيل يعني ليس فقط ضرب المدنيين الابرياء ولكن هناك كمان فكرة للزحف والانتشار وبناء المستوطنات ما وراء هذه الفكرة خلي بال حدرتك الانتشار الفلسطيني اللي احنا بنشوفه هو انتشار كله على لا شيء تسعى بتاعها اللي بتسعى هي انها تسعى لانها تاخد اكبر مكاسب من الاراضي طب انت خدت المكاسب من الاراضي خلاص وانت اساسا من صحبة الارض اصحاب الارض الاصليين هم الدولة الفلسطينية وهو الشعب الفلسطيني انت دخيل ووجودك هو كيان استطاني بحت من الاساس انت مش ابن المنطقة ولا ابن الشعوب اللي موجودة ولا انت غزء من الشعوب اللي موجودة انت كيان مرفوض تماما كدولة اسرائيلية لكن النهاردة الزحف اللي انت بتعمله عشان تاخد مكاسب اكتر في حالة المكاسب الاكتر ايه اللي هيعود عليك ايه اللي هيعود هتستقطب اعداد اكتر لا انت عندك اعداد كتير جدا من المواطنين الاسرائيليين النهاردة طلبين الهجرة للخارج وشفنا قد ايه المطارات زحمت المطارات الاسرائيلية زحمت يون 7 اكتوبر و 8 اكتوبر زحمت تماما بالناس اللي عايزة تخرج من الدولة الاسرائيلية وده السبب الاساسي فيه هي الادارة السياسية الاسرائيلية نفسها لانها مفقرتش في مستقبل شعبها مفقرتش في حالة السلام السلام هو اللي هيبني وهيخليك تبقى متواجد بشكل افضل لكن طول ما انت بتقرر ان العنف هو يبقى هو لغة الاساس عندك فهو اللغة اللي مش هتستمر معانا كتير فعلا